اشتش كتير. من انت بتديلي حاجاتك على السوشيال ميديا الحسابات بتاعتك? دلوقتي اه. اه. كان عندي حد ما سيكلي السوشيال ميديا وكان عاملي مشاكل مع ناس كتير. حتى مع الجمهور. بيرد ردود مش هلوة. وده مش هلو ابدا. حتى لو حد بيغلط مش الطبيعي ان احنا نرد عليه بالغلط. طب اما حد بيغلط بتمسحي كومنت ولا بلوك? لا بخش اكلمه الاول. بخش ابعت له الاول. اقول له انت بعتلي كده ليه? انا دايما بشوف مسلا انا ما بحبكيش هتبعك ليه? هل بتبعك هشغلط فيكي? ده مرض نفسي. وجهة نظر برضو. بس فيه ناس بتحب تدخل وتعلق. اه. ليه? يعني. تقول لك ايه? واصل ايه بسلا ايها بحبها بس متدقى من صورتها دي. يعني انا نهاردة انا. انا فاهمك. طب عديد وجهة نظر الصحة برضو اه. يعني ليه? انا فيه ناس بتعتزر. فيه ناس بتعتزر. فيه ناس بتعتزر. صراحة. ما بتخيلش ان انت هتعملي كده. اه. فيه واحدة اللي مش. طب اسبتيل ان انت منها مش. ان انت. اقولي كلمة السر. قرر بعتله فويس. اقوله والله انا اه. اقولي انا ان انسف جيل. فيه ناس محترمة جدا. جدا. اه. وفيه ناس بقى طبعا اه. انا برجع اقول دي ناتج عن التربية يعني. فا. زي بيقولوا اللي انطلع العيب من اهل العيب ما بيبقاش عيب يعني. اه. السوشال ميديا فادتك ورا ضررتك. فادتني وضررتني في نفس الوقت. يعني. اه. مش انا بس كل. كل الناس. اه. ساعات بنمشي مع الرائجة زي ما بيقولوا. اه. فيه واحد يكتب اشعات ويتبقى ضد الممثل. وفيه اشعات بتخدم الممثل. بس مش حلو ان الممثل اللي يطلع اشعه على نفسه. عشان ياخد اه ترند ولا ما عرفش اللي هم بيعايشون بدي. انتي باش اولو انتي بتنزلي سفورة بتطلع ترند. انا مليش ده. اه. انا مليش ده. هم بقى. اللي هم بيعملوه ده انا مليش فيه. اه. انا بتعامل عادي. اه. وبحب اتعامل عادي. انا بشوفك طبيعية. يعني مثلا قاعدة في مكان بتصورة بتشربة كافي. مش حاطة مايكة بتروحي. اه. عادي. اني فيه فانين تقولك لا انا بنزل فوتو شوتس. بنزل اعمالي بس. لا انتي. انا بحبش بقى كده. يعني تحس ان انتي قاعدة كده متصور عشان تتصوري. انا بحبش كده. احلى حاجة تبقي صاحية الصبح. شايفة النور بتاع ربنا الحلو ده. وشايفة الدنيا جميلة. بتبقي مودك حلفة تروحي واخد صورة لوحدك. بتبقيش عامل حسابك على فكرة. اه. ولا انتي مخططة انك هتخدي صورة الصبح اول ما الشمس تتطلع. اه. اه. فما بيش كده. لكن انا حسحة الصبح في ناس انا بقى لقيهم صحيين الساعة سبعة تمانية. عاملين فول ميك اوب. وقافين في البلا كونيت. بيتصوروا. ايه ده? هو ايه الصبح ده? منا نورتيني وشرفتيني. والجد كنا مبسوطين جدا بنجحك السنين دي في رمضان. وشايفين دور مختلف ودور حلو. وكل الناس بقيت تقول اللي تعرف منا عن مستوى الشخصي وحتى عن مستوى الفني والجمهور. لا هي كانت تستاهل جده. هي تستاهل اكتر من جده. نرجس كسارة الدنيا. وفاطمة برضو ودور جديد ومختلف ومشاعر كتير بتطلع من اول يستشهاب جوزها.